بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الطلبة سندرس في هذه الوحدة إصطلاحان الإصطلاح الأول قبل الإصطلاحان يمكن أن أعطي الملاحظة التالية الملاحظة تقول على أنه يمكن تغيير الإسم المتحول هنا إلى أي إسم آخر دون أن يتغير بالتكامل أي شيء يعني أن التكامل A إلى B إلى FX بDX يمكن أن نغير الإسم المتحول من X إلى T فيصبح تكامل A إلى B إلى FT بDT أو إلى أي إسم آخر FS بDS أو تكامل A إلى B إلى FW بDW إلى آخره من الأسماء التي تخطر على باننا الآن يمكن أن نعطي الإصطلاحان التالية تعريف إذا كان الأي أكبر من البي فإن التكامل من A إلى B إلى FX بDX يساوي سالب تكامل من B إلى A إلى FX بDX أي ماذا يعني لهذا الكلام؟ عندما عرف التكامل كان للتكامل جهة من A إلى B وكانت جهة التكامل بهذا الاتجاه فإذا أردنا أن نعكس جهة التكامل أي من البي إلى الـ A نجعلها عند إذا حتى نحصل على نتيجة سليمة ومطابقة للنتيجة السابقة يجب أن نضرب بإشارة سالب إن التكامل في هذا الاتجاه هو التكامل من A إلى B إلى F أما التكامل في الاتجاه المعاكس فهو التكامل من B إلى A إلى FX بDX حتى يتساوي هذان التكاملين يجب أن نضرب هذا بإشارة سالب أي عكس اتجاه التكامل يجب عكس إشارة التكامل أيضا هذه هي الإصطلاح الأول وموجود هنا في هذا الكتاب كتعريف التعريف الثاني إذا كانت F-A معرفة فإن التكامل اللي بدايته هي نفس نهايته لـ F-X بDX يساوي إلى الصفر وكذلك هو إصطلاح ماذا يعني كلمة معرفة؟ كلمة معرفة تعني إن F-A تساوي عدد وهذا العدد ليس زائد أو نائس ما لا نهاية طبعا وهذه الحقيقة سليمة عندما درسنا التكامل إنه هو المساحة بين A وB الآن إذا انطبقت الـ A على B فتصبح هذه المساحة هذه المنطقة هي عبارة عن خط مستقيم الـ A تنطبق على الـ B فمساحة هذا المستطيل طوله معروفه وF-A أما عرضه فإنه يساوي إلى الصفر فالطول ضرب العرض يساوي إلى الصفر طبعا اشترطنا أن يكون العدد ليس زائد أو نائس لا نهاية لأنه زائد لا نهاية أو نائس لا نهاية ضرب الصفر هو حالة من حالات عدم التعيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته